اشتركوا في القناة امو بعدين طب انتو عملتوا ايه ولا حاجة هم استفادوا من هذه الواقعة عشان يغطوا على المحاولة الحقيقية اللي فيه تلاتين شخصية افريقية وقعوا عليها في اعلان تانجا في المغرب لطرد حركة البوليساريو الارهابية من الاتحاد الافريقي لا هي البوليساريو موجودة في الاتحاد الافريقي للأسف تخيلوا طب ازاي تم فيه ميساق لهذا الاتحاد ايام ما كان اسمه منظمة الوحدة الافريقية وكانت المادة الرابعة من ميساق منظمة الوحدة الافريقية اللي تعدلت بعد كده اسمه الاتحاد الافريقي في سنة 2001 وتبنى نفس الميساق لم يتم تعديله المادة الرابعة بتقول ايه ميساق الوحدة الافريقية منظمة الوحدة الافريقية اكد على ان المنظمة لا تعطي العضوية الا الى دول زاد سيادة قال لا طب ما دي حركة حركة الفوليوساريو حركة قال لك لا مهم انشأوا دولة سموها دولة الصحراء هذه الدولة الصحراء حتى وان صدق هذا القول او صدق هذا الاسم هي صدرت عن تعديلات غير دستورية لواقع وده اللي بتقوله المادة ثلاثين من المساق جامعة الدول العربية منظمة الوحدة الافريقية سابقا والاتحاد الافريقية حاليا بيقول ايه يعلق عطوية الدول كمان لو كان الدول اللي هي لها سيادة ولها شعب ولها حدود تعلق امتى اذا كانت حصدت بها تغييرات غير دستورية يعني حصل انقلابات او حصل انقسام او حصل انفصال القانون الدولي لا يسمح بالانفصال الانفصال الاجرامي بعمل اجرامي لا يسمح به ويجرمه القانون الدولي والاومة المتحدة لابد من تقرير المصير باجراءات دستورية واجراءات خانونية واللي حاولت الجزائر تضغط بيها وحاولوا مع كوفي عنان ان هم يعملوا تصويت الاستفتاء على تقرير المصير المغرب رفضت اولا من واقع الخريطة المغرب تسيطر على 80% من سعراءها المغربية وال20% الباقية تسيطر عليها هذه العصابة هذه العصابة اللي بتدعمها الجزائر دعما غير مسبوك وتدعمها ايران دعما غير مسبوك ليه؟ علشان يحطونا القلاقل علشان يكونوا شوكة في حلق المغرب طيب ليه الجزائر عايزة تعمل كده؟ الجزائر عايزة تعمل كده عشان عايزة منفذ على الخليج على المحيط الاطلسي الجزائر عايزة كده عشان تستولي على الفوسفات وهو اكبر الثروات الموجودة في هذه المنطقة عشان تستوري على الرمال البيضاء وعشان تستوري على العناصر النادرة هالخيرات اللي موجودة في هذه الاماكن الدهب اللي موجود في هذا المكان كل هذه الامور تريد ان تغتصبها الجزائر او بمعنى صح ليس الجزائريين احنا قلنا ان الشعب الجزائري شعب طيب ولكن جيرلالات فرنسا الذين هيحكموا الجزائر طيب احنا عايزين نعرف يعني يعني ايه البوليساريو يعني كلمة البوليساريو دي معناها ايه طيب نيجي مع بعض هنا ونشوف معاكم قالت ايه اه اه البيب سي فيه اه يعني جابت اه الاwierة المعنوات مهمة عن البوليساريو وقضية الصحراء الغربية بس ايه ما اسمها الصحراء الغربية اسمها الصحراء المغربية انها مغربية طيب اه نيجي نشوف معاكم بنقول ليه قالوا عليها الكلام دا قالك ان الحركة دي اختصار لحروف اه لحركة تعني الجابهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب طيب يعني الحركة العصابة دي بدأت امتا بدأت في السبعينات وبالتأكيد انشأت ها جنرالات فرنسا عشان تصفية الحسابات مع المغرب التاريخية وعشان ترد على دعم المغرب اللي بيدعم الجزائريين لهم الحق فعلا في تقرير مصورهم لهم حركة الماك ماك وعشان كده انا مهتم بيهم لا هي الماك بتاعتهم ام اي كي مش ام اي سي انا بالام اي سي ولكن بالتأكيد لابد ان ندعم حركات يعني التحرر الحقيقية الذين ساعدوا في طرد الفرنسيين والمستعمر الفرنسي وبعد كده انقلب عليهم الموجودين من جنرالات فرنسا واعلنوا دورة الجزائر واغتصبوا حقوق القبائل القبائل الامازيغية دولة اساس الجزائر اصلا اساس الجزائر تمانية مليون موجودين على الارض جوه الجزائر وخمسة مليون موجودين في الشتات بره في دول المهجر طيب حنتكلم فيهم حنتكلم عن الموضوع ولكن خلينا الاول نكمل موضوع البوليساريو فالبوليساريو يعني قالك يعني كان فيه الاحتلال الاسباني لاراضي الصحراء المغربية وبعد يعني في سبعينيات القرن بعد ما بدأت المسير الخضراء اللي عملها الملك محمد الحسن وبالفعل استطاع اخراج الاسبان قالك لا ميروتانيا قالت اني لحق في هذه الاراضي اراضي ميروتانيا وهذه العصابة الماريقة قالت لا احنا هنا حق في هذه الاراضي اراضي بتاعتنا واحنا نريد ان يعني ان نكون فيها وايضا الاسبان قالك لا انا مش هخرج انا هاروح مع احكمة العادل الدولية واقول انا من حق هذه الاراضي الاراضي كات متروكة والارض المتروكة وفقا للقانون الدولي من حق اذا انا موجود عليها ان انا اطالب بها جات محكمة العادل الدولية في فتوتين لها في الف وتسعمائة اربعة وسابعين وقالت لا لا حق للموريتانيا في هذه الاراضي هي اراضي مغربية لا حق لا اسبانيا في هذه الاراضي هي اراضي مغربية ولم تنظر ابدا لهذه الحركة الارهابية دي حركة الارهابية لا لا قيمة لها ده عصابة اختطفوا اختطفوا مغاربة من جنوب المغرب في الصعراء المغربية واقتدوهم الى مدينة اسمها تندوف وفي خلال خمسة معسكرات اعتقال الموجودين هناك التقديرات الاولية بيقولوا مية خمسة ستين الف لكن الامم المتحدة قادت من تسعين الف الى مية خمسة وعشرين الف محتجزين رغم عن عنفهم وهنقول لكم بعد كده حاجات تانية عن المعسكرات دي ومن اللي بيقود الحركة الارهابية النهاردة تمام ابراهيم غالي ووضع ابراهيم غالي ايه والابتهمات الموجهة اليه من التعذيب وفي في في اسبانيا وهروبه على طائرة رئاسية مش رئاسية طائرة تتبع للجزائر وحصول وعطته الجزائر باسبورت دبلوماسي باسم تاني ادري يدخل به الاسبانيا ولكن تم التعرف عليه وتم سؤاله من خلال الفيديو كونفرنس انو كان مصاب بكورونا وحنتكلم كمان على خدته خدته دي موضوع تاني خدته دي فتاة من الصحراء المغربية اغتصابها ابراهيم غالي ده هي ده اللي قالته الكلام ده وفي شك ومقدمة امام القضاء الاسباني في هذا الامر نحن نكلم مع بعض مين هو ابراهيم غالي ابراهيم غالي لم يحصل على اي تعليم اي تعليم اللي هو موجود فيه هو الكتاتيب وهو يعتبر رئيس دولة اه الصحراء المزعومة طيب اه نرجح تاني الوحدة الافريقية تمام المغرب اه يعني خرج ببرا الوحدة الافريقية في الف سعمائة اربعة وتمانين اعتراضا على هذا الامر وبعدين ده كان قرار خاطئ رجوعها مرة اخرى رجعوا في الفين وستاشر تمام وبدأت المغرب فعلا تتخذ الاجراءات اللي من شأنها فعلا ان تواجه الامر اه لان في دول بتدعم دول بتدعم اه تخيلوا هذه العصابة الماريقة اعترفت بيها في الاول تمانية وتمانين دولة اللي او ما تجات كلمنا في النهاردة بتقول لك عصابة وملهمش دولة طب تخيلوا بقى تمانية وتمانين دولة ودول صفصفوا على كم دلوقتي تمانية وتلاتين قال لا والخمسين ده راحوا فين تاهوا في يعني في الامم المتحدة تاهوا في اروقة اه السياسة الدولية ايه مش عارف ايه لا حصل الخمسين دول عملوا ايه سحبوا اعترفهم وحوريكوا دلوقتي كشف بالدول التي اعترفت وامتى كمان كشفت يعني سحبت هذا الاعتراف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة